اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلية بلدات عدة بمدن جنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين أثناء الاقتحم كما قامت قوات الاحتلال بعملية تدمير واسعة في البنية التحتية لشوارع جنين واعتقدت العشرات العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين لا يتوقف سواء في قطاع غزة المحاصر ومدن جنين ونابلس وأقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة أحدث حلقات تلك الهجمات الغاشمة كانت مصرحها مخيم جنين ومحيطها بالضفة الغربية التي اقتحمتها قوات الاحتلال واقتحمت مدينة جنين معها وهو ما تصدت له الفصائد الفلسطينية بالمخيم ليتبادل الطرفان اطلاق النار وتطلق قوات الاحتلال من جانبها النار بشكل عشوائي في حي البيضر بجنين عدوان أصفر عن استشهاد وإصابة العديد بالرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم للمدينة ولم يكتفي بل اعتقل العشرات من المنطقة وأمعن في انتهاكات خلال الاقتحام فمنع تواقم الإسعاف وصياراتها من الوصول للمصابين وذلك بحسب ما أكدته مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني العدوان على جنين استخدمت فيه قوات الاحتلال قوتها الجوية لتقصف عبر طائرة أباتشي منزلا محاصرا داخل المخيم بينما أغارت طائرات المسيرة على هدف في المخيم كما شهدت مدينة جنين عمليات تجريف وتخريب واسعة للبنى التحتية لا سيما تجريف الشوارع الرئيسية القريبة من مخيم للاجئين حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وسياسة القتل والاعتقال والتنكيل وإرهاب المستوطنين كلها محاولات إسرائيلية فاشلة لن تجلب سوى الضمار والعنف وعدم الاستقرار